من فيض تراتي للأنفاس بالشوق ويجمعها الإحساس وحديث الجمعة يتجلى ادعوا للخير قلوب النار الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده حياكم الله مع حديث الجمعة إن أعظم أجر في الإسلام رتب على نافلة من النوافل أن تبكر إلى الجمعة وأن تأتيها ماشيا هذا الأجر العظيم أيها الأحبة يزهد فيه بعض المسلمين إن بعض المسلمين يتقرب يتقرب إلى الله في يوم الجمعة دائما ببيضة وإن زاد فدجاجة مع أنه لو كان له ضيف ما قدم البيضة ولا الدجاجة لكنه يقدم إلى الله قربانا كل جمعة بيضة أي أنه يأتي في الساعة الخامسة بل إن بعضهم يأتي والخطيب قد بدأ خطبته وأنصتت الملائكة وأغلقت السجلات فلا عزاء للمسكين تأمل في قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة سنة بماذا؟ أجر صيامها وقيامها وفي رواية وذلك على الله يسير والله إن من الخسران والخذلان وعداء الإنسان لنفسه ألا يستيقظ يوم الجمعة إلا التاسع صباحا أو العاشرة صباحا ليمشي للجمعة ومعه البيضة وهو قادر أن يقدم بدنه وهو قادر أن يمد في أجله أعمارنا قصيرة آجالنا موقوتة أيامنا معدودة فتأتي الجمعة لتمد في أعمارنا وتزيد في آجالنا كيف؟ يا أخي إذا مشيت ألف خطوة إلى الجمعة معناها ألف صيام ألف سنة صيام وقيام وأنت لم تصم ولم تقم لكنه كرم أرحم الراحمين أي أجور وبحور من الحسنات لم نقترف منها وتدخل في بعض بيوت الله التي يسكن حولها إخواننا المسلمين فندخل الجامع فلا تجد الصف الأول قد اكتمل بل تأتي العاشرة ولربما لم تجد أحدا يذكر أو يصلي أو يركع أي زهد في هذا الأجر عمرك أيها المؤمن أن تقادر على أن تطيله بالبركة أو بزيادة الأيام لكن هي خمس ساعات تبكرها ثم تعطى بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها أيها الأحباب أعلم أن أكبر سبب ضيع علينا هذا الأجر أن ليلة الجمعة نعيشها في سهرات طويلة لا أقول في معصية لكن في سهر فيحرمنا هذا السهر التبكير للجمعة وأخطر من ذلك ألا نصلي الفجر في وقتها أعيد أعظم الصلوات فضلا في الإسلام صلاة الفجر في يوم الجمعة لأنه اليوم الذي هو عيد للأسبوع كله ويجتمع أهل الإيمان فيه يغتسلون ويتطيبون ويبكرون فهل أنت مع المبكرين أيها المبارك لعل الجمعة القادمة تحزم شعث قلبك وتلمه وتسأل الله أن يوقظك وأن تستيقظ لتسير إلى الجمعة حتى تنال هذا الأجر العظيم أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر